مرحبا خلال الفيديو السابقين عملنا مع linear data set هلا لو كانت عندنا ال data set موجودة non-linear و بدي استخدم linear classifier مثل Logistic Regression مثلا كيف رح يكون وضع PCA أو LDA هل ممكن نستخدم هدول الخارزميات ك Reduction أو Dimensionality Reduction خيرنا نشوف في هذا الفيديو هدا بدنا نشوف لو كانت ال data set non-linear رح نتعامل معها من خلال Kernel PCA خلال رزمية PCA بس في تغيير نوع ال Kernel هناخد نفس ال data set اللي عملنا فيها سابقا في Preclassification section هدا كود Logistic Regression في خلال كود Logistic Regression كان عندنا Data set social network ads طبعا من خلال تطبيق Logistic Regression لاحظنا انه ال Y-Predict اللي طلعت وال Y-Test بينهم confusion matrix دقة ال confusion matrix لو بدنا نرجع مرة ثانية احنا ما حسبناها هلا خلينا نشوف في الدقة من خلال testing هاي اداء المودل نقول مثلا كان اداء straight line هدا الموجود عندنا في testing set الخاصة بال Logistic Regression وكان عندنا مثلا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة نقول حوالي تسعة كانوا خطأ في testing التوقع والباقي كانوا مزبوطين بشكل كبير وواضح انهم هما توقعهم بشكل صحيح هلا هدف اداء Logistic Regression هذا هو كان اداء Logistic Regression بدون وجود BCA سواء كارنا او من غير كارنل احنا اللي بدنا نعمل هو ان نستخدم نفس الكود ولكن مع اضافة BCA كارنل فخلينا نعمل هلقيت اول شيء اعادة التشغيل للكارنل نقول Clear Output and Restart تمام هلأ اللي بدي أعماله بهاي الجزئية اللي بدي أضيف موضوع الPCA Kernel نشغل أول شي نستدعي لليبراريز اللي بتلزمني بالإضافة لإستدعاء Data Set تمام هلأ بعد كده هنمشي نفس الستبس اللي ماشينا عليها فعلياً في تجهيز Data Set أخذنا الX وأخذنا الY خلينا الX هي نزئية جزئية اللي بتاخد الكولوم الثاني والثالث اللي هو الGender والAge والإستمدتة Celery البارشست هي الY طبعاً هفصلهم طبعاً لازم نفصلهم ونعمل لهم عليهم كمان Standard Scaling أو Feature Scaling بس قبل ما نطبق الCurnal Logistic Regression بدي أروح أضيف كمان Sill في السل هاي بدي أبلش أبني فيها موضوع الكود الخاص بموضوع BCA طبعاً هلأ بدي أروح أجيب الBCA نفسها اللي جهزتها already سابقاً هغير بس في بعض البرامتر أخذناها already هي تماماً من الBCA اللي جهزناها سابقاً وهطناها بالكود هون عنها لكن اللي هستهردوه هو مش الBCA العادية ولكن رح أخذ الBCA Kernel أو الCurnalBCA بنسميها هم داقوله هون بدك تجيب لي الCurnal كده BCA تمام هسمي كمان هون الClass اللي هاخده هو عبارة عن الCurnalBCA اللي هنشأ منه Object تمام والN Components بشكل طبيعي الN Components هي عدد الDimension أو الReduction اللي هيعملوا عليه بديها يقلله لتنين بعد كده بدي أضيف له باية أو براميتر تاني اللي هو الكيرنل نوع الكيرنل فهم داقوله نوع الكيرنل بساوي بدي أدي نوع R بي أف هو أحد الأنواع لما أتعامل فيها مع داتاست نون لينيار هلأ بدي أسمي هذا كي بي سي اي و كي بي سي اي و كي بي سي اي عشان مش هننميزو بس مش أكتر فتطبيق البي سي اي أو الكيرنل بي سي اي حيتم على ال X train و ال X test ما أخذنا بالاعتبار ال Y train لو بدنا ناخدها بالاعتبار كنضفناها بهاي المنطقة ولكن لأنه هو ما بيعتمد على موضوع بالتالي هذا بأهله إنه يكون هو عبارة عن Unsupervised Learning حيننا نشغلها هال LAT تمام سوري نشغل كيرنل بي سي اي تمام في إرور عندنا كيرنل بي سي اي في الاسم ويممكن تكون ال problem كده تمام بعد ما صلحنا الخطاء في الاسم هلأ بدنا نطبق Logistic Regression ونشغل Logistic Regression ونشغل ال Y-Bread كيف يطلع و ال Y-Test مثلا نلاحظ أول نقول 6 أول 7 وكانوا أصفار وهو أول 7 كانوا أصفار طبعا من خلال Convusion Matrix الموضوع بيصير أوضح فإحنا هلنستورد Convusion Matrix ونشغل 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 بيصير 26 و 64 لو بدينا نعمل Accuracy نحاول نشغل نحاول نشغل ونقول مثلا 64 plus 26 تقسيم من نقسمهم على 26.64 زائد 10 90% دقة هذا الموديل بعد وجود أو بعد تطبيق سنرى هذا الشيء مع الرسمة إذا نلاحظ الرسمة تغيرت عن قبل الرسمة الأولانية كانت في Logistic Regression إذا فكرين كانت رسمة مش بهذا الشكل فإحنا لو محتفظين بكوبي خلينا استعرضكم إياها مشان نفرق بناتها شوفوا وين في كوبي للوجستيك ريجريشن جاهزته شوفوا وين في كوبي للوجستيك ريجريشن إذا نشوف كيف كان أداء السلوك في الترينيج سيت تمام هاي رسمة الوجستيك ريجريشن بدون تدخل البي سي اي كيرنل نلاحظ انه هي الديتا سيت نان لينيار تمام وطبقنا عليها لينيار اللي هو الوجستيك ريجريشن نلاحظ كيف الستريت لاين اللي تم تشكيله على العكس النتيجة اللي حصلت هون عندي ب الوجستيك ريجريشن هو نفسه يا جماعة نفس الوجستيك ريجريشن نستخدمنا نفس الكلاسيفير ونفس الديتا سيت إنما الاستخدامي للبي سي اي او الكيرنل بي سي اي ا حدد الطريقة اللي بيتعامل فيها مع فصل الديتا سيت فبنلاحظ انه هو فصل الديتا سيت بطريقة الكيرنل اللي هي نان لينيار ار بي اف بالتالي منلاحظ انه هذا هو نتيجة الموديل او تطبيق الموديل اللي حصلت هلأ هلأ لو بننطبق هذا الشي بردو على تيستينج نشوف كيف النتيجة هتكون معنا طبعا ما هيكون نفس شكل الموديل هذا اداء الموديل ولكن نشوف كيف توقعه او مستوى توقعه في التستينج بنلاحظ انه الخط اللي ظهر عندنا هون هو قد ما بيحاول يجيب الخط بشكل لينيار على العكس الخط اللي هون الفصل بطريقة مميزة لو شوفنا التستينج مثلا هون كيف التستينج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة وحدات اخطاء في التستينج اني شوف هون كيف الاخطاء اللي ظهرت واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وفي وحدة تمام تقليبا الدقة متشابهة ولكن هون كان فيه دايمنتشناليتي ريداكشن على اللي في الكيرنار بي سي بحيث انه هو اخذ بعد ما عمل ريداكشن تقليل للابعات الموجودة في الداتا سات هذا الشي بيقلل وقت وبيقلل كمان جزئية موضوع الكمبيتيشن او الباور اللي بتلزمني في تجهيز الموديل خصوصا لو بتعامل مع الداتا سات كبيرة سيكون هذا الموضوع بشكل مختلف طبعا شوفنا مع بعض نوع الكيرنار اللي اللي ضفناه في البي سي وتي كيف غير من شكل الموديل كيف اثر على المؤثere الموديل بتعامل مع الدياتا نان لينير آآ هذا بخصوص موضوع دايمان شنال hijط should شوفنا كيرناة بي سي احد شوفنا الكيرنار بي سي ايل بيدون كيرنا لما انتعامل فيها مع الينيير خصوصا انår vä biz da كونان نتعامل مع additional data set ولما بلشنا نتعامل مع non-linear data set دخلنا موضوع Kernel بحيث انه نحضر من خلاله نطبق Classifier Linear على data set non-linear وكان الموضوع كتير او اداء الموديل كتير كان مميز وملحوظ بشكل ممتاز بهاي الطريقة ميزنا 3 خوارزميات لتطبيقها على Dimensionality Reduction في السكشن الجاي رح نبلش في موضوع جديد وهو الموضوع الاخير او السكشن الاخير في هذا الكورس